السلام عليكم عدنا ثاني بنتكلم على typical smart city benefits are already becoming visible يعني هادي بنشوفه اللي اثرهم بشكل كبير each sector contribute with its own unique innovation to the overall success of smart city harvesting the potential benefits from all relevant sector is the challenge of the city يعني التحدي في المدينة ايش هي انه انا احصب الفوائد لكل هادي القطاعات يعني faster reaction to public safety threats by real time analysis of sensors and severe camera video data يعني باللاحظ في المدن يمكن اللي طلع بره على اوروبا بالفعل بتشوف انه يعني لها اي حادث امني ما بتشوف الا الشرطة حواليك يعني هي بتمنع هذا الحادث لانه هي مراقبة كل اشي smoothened distribution of tourists geographical and over time by analysis of tourist movement and real incentives يعني بتلاحظ انا كسائح في عندي معلومات كاملة تعطيني كيف اتحرك من مدينة لمدينة داخل المدينة ايش المناطق اللي ممكن ازورها قديش اسعارها وكتيش بتفتاح المطاعم اللي حوالي فاتح لالساعة كام ايش الشغلات اللي بسوي كل هادي بيلاقيها موجودة عندي exchange of products and services in peer-to-peer model sharing account from position to use يعني عادة هي لو انا بداش تقول بدخل عمكان بشتري اللي بدي اياه يمكن هذي بعض التطبقات صارت في غزة موجودة في ظل ازمة كورونا لانه صار انت بتدخل عموقع بتقدر تشتري من محلات مختلفة بس اللي بوصلو لك هي شخص واحد dynamic groups of citizens organized themselves to work together on collective interest هذي لسه احنا موصلناش الها بس العالم الخارجي وصلها انه على social media او على platform معينة هما بنظموا بعض وبيشتغلوا وبيعملوا بيصير لهم interest محدد هذي جزئيا بس لحتى الان احنا موصلناش الها في العالم العرب co-creation of decision making new forms of digital democracy and participatory government وهذه زي برضو من الحاجات اللي موصلناش الها انه كيف انا بدي مشاركة في اتخاذ القرار في عندي نماده جديدة للديمقراطية الرقامية هذه لساتها بدها شغل كثير عنا الواقع اللي بده شغل الديمقراطية ككل فما ادراك بالديمقراطية الرقمية data driven policy making leads to more focused intervention and measure evidence of effectiveness عادة هذه في عندي مراكز لتجميع البيانات وبناء عليها بتم اتخاذ تحليل هذه البيانات واتخاذ قرارات وتدخلات بناء على هذه better diagnostic and personalized treatment through artificial intelligence and massive value of patent data هذا بتلاحظها في الابليكيشن اللي بتدخل عليها كل اشي بناء على البيهيفر تبعك بجيلك الانترس تبعك يعني لو انا دخلت على يوتيوب وتفرجت على فيديوهات معينة تعمل لي شيء suggestion بنفس طبيعة الفيديوهات اللي انا شبتها لو انا دخلت واشتريت شيء يعني خلينا نقول حجزت لفندق في مدينة مثلا خلينا نقول برلين بتلاقيين اجتلي عروض كثيرة بعد هيك للإقامة في برلين او المدن اللي حواليها فهذا بيستخدموا artificial intelligence اللي سهلوا عليك عملية البحث او الوصول اللي بدك بيها people who need care can live in their own home language through advanced sensing and healthcare robotics زمان كان الناس اللي بدهم مساعدة او صحية او بدهم مراقبة صحية لازم يروح المستشفيات او الاماكن الخاصة بالعجزة او الكبار السن او الغيره فالان بطلت هذه ضرورة صار ممكن هم بيتهم عن طريق التكنولوجيا مراقبة ومساعدتهم في هذا المجال lower congestion and pollution through optimal use of transportation infrastructure road parking places وهذه في العالم الغربي اشتغلوا عليها كثير فصارت في مدن صديقة جدا للبيئة بحيث ان انت تصل للي بدك اياه في المواصلات العامة او لو بدك برضو خليها نقول يمكن من الشغلات اللي فيها تحدي كبير فيها الحصول على مواقف للسيارات فهذه من الشغلات اللي حلوها في هذا المجال energy saving through real time insight in energy usage combined with gamification concept اللي عندنا هذا بنتكلم responsive house hold appliances react to dynamic energy prices to adjust the energy demand to supply الآن عندنا صارت الغسلات الحاجات اللي عندنا عليها مستكر بتقول هذا صديقة للبيئة معفرة للطاقة كل هذا بنشوفه more efficient waste collection due to sensors in waste وهذا تكلمنا عنه بشكل عام analysis of data provided by sensors in the water distribution network اللي هي بتقول لها انه في leakage في اي حاجة يعني في تسريب مية في مشاكل تعطيني sensing لهذا but the eminence of change and the size of impact differ per industry عادة في صناعات تتأثر بشكل كبير وفي جنة صناعات لا تتأثر بالشكل الكبير يعني لو جينا مثلا على power system نقارنها بالالكترونيك تكنولوجيا في مجالنا احنا هللاحظ الالكترونيك تكنولوجيا بتتغير بشكل كبير جدا جدا لانما الpower system التغير فيها بطيء ولو انه اخر كم من سن صار في حراك في هذا المجال major disruption in industry like retail media and banking are already happening يعني هذا حابتجوفه other industries are expected to follow later ultimately our entire economy will be disruptive يعني حيصير فيه تغيير أو تعديل الآن and delete digital disruption map compare 16 industries on their vulnerability to disruption from two prospects the size of the impact and the imminence of change يعني حجم التغيير وحتمية التغيير هذا بنطلع عليهم ايش هم اللي بنطلع عليهم the size of impact and the imminence of change يعني حجم التغيير أو حجم التأثير بشكل اساسي وحتمية التغيير عجم التأثير وحتمية التغيير نجح نطلع علي 16 صناعة صناعة اللي بتكلم عنها the assessment considers factors including ايش لها the extent to which product and services are delivered physically هذا من الشغلات طلع عليها طبيعتها هل هي يعني لا بلزمها اه توصير او انتاج فيزيكلي يعني بشكل موجود هاد ولا اه لا